عودة فلاحي سهل الهبرى بالمحمدية في معسكر لأراضيهم واستغلالها مجدداً للنهوض بمنتوج الحمضيات لم يشفع لهم بسبب الانتشار الكثيف للخنازير وكذلك ما يعرف بدودة لاميناز دودة تهدت ستة آلاف وخمسمائة هكتار من محصول البرتقال في المنطقة دي مالا دي بارازيتار لي لازم تدخل معاهد باش يقضع لها وامراض هذه جات عبر البحر الأبيض متوسط جات من المغرب من إسبانيا وهناك وهذه الامراض هذه تطلب تأطير تأطير من هذه المخابر من هذه المعاهد لمساعدة الفلاحين للقضاء على هذه الامراض الخطيرة التي فتكت بالأشجار المثمرة وهذه المناز ما يقلهاش دي برو دوي شيميك لأن هنا الفلاح كما كنت شوفوا تجرب قاع الأدوية وما قدرش هذه المناز تقدر عليها حاجة هي ديك الدوبابة تسموها حنايا كوكسينار وكذلك في الأوين الأخيرة تزايد كثير للخنزير مجهودات كبيرة يقوم بها الفلاح الذي استطاع في غضون خمس سنوات توسيع الأراضي المستغلة لإنتاج البرتقال من ثلاثة ألاف إلى أكثر من ستة ألاف هكتار لكن تحقيق الريادة يتطلب دعم الدولة في الماضي كانت بعض من الدول الأوروبية وحتى الأسيوية سوقا مفتوحا يعرض فيهما منتوج البرتقال الذي يجنى من سهل الهبرى مساحات كبيرة من أراضيه أيضا فتحت باب العمل لألاف الشباب القادمين من شرق الجزائر